هنروح للسيدات طالعا ندوم مطش مع هليوبلس اللي بيقودها طبعا الكابتن ماجد مصطفى أحد يعني طبعا أبناء النادي الأهلي وكان مطش الحقيقة قوي ما كانش مطش سهل ويعني النادي الأهلي خلصوا برغم من فريد طبعا هليبس فرقة محترمة ولكن النادي الأهلي خلص المباراة بأريحية 3-0 والنتائج كمان كانت نتيجة مرتاحة يعني نتائج 25-12 25-8 25-17 الحقيقة كانت مباراة الحقيقة جيدة جدا طيب في رئتنا في المركز بالفوز السادس ده على التوالي الفوز ده هو الفوز السادس طبعا نيصور من أرض المباراة أو من الملعب ملعب المباراة ده الفوز السادس الظهور الاتحاد سكندري 6 أكتوبر أصحاب الجياد ودي ديجلي هليوبلس معنا 18 نقطة 6-3-18 طيب بالنسبة لمباراة الزمالك هتبقى يوم الاتنين اللي جاي المباراة المؤجلة اللي كانت يوم جمعة وتأجلت وبعد كده بقت يوم الاتنين القادم وحتى الآن المباراة هتتلاعب في الصلاة اللي انتوا شايفانها دي صالة الشهداء في مقر نادي الأهل بالجزيرة وده الملعب اللي بتمرن عليه فريق نادي الأهل حتى الآن بتأكدات كابتن حمد الصاف اللي احنا توصلنا معه قبل الحلقة اكد لنا ان المباراة حتى الآن هتتلاعب في هذا الملعب ولكن السنة اللي فاتت حصل نفس الكلام وتم من ألاف في صالة الأمير عبدالله الفيصل عشان ظروف البث لان احنا الحقيقة ما بنقدرش ننقل ممنش نلقل من الصالة والمدرجات في ناحية واحد شايفين اللعيبها عادين فين مفيش في دهرون مدرجات الناعة التانية ايضا مفيش مدرجات شايفين الصالة عامنا ازاي فالكاميرات ماينفعش تبقى في نفس الليفل اللي عليه اللعبات او اللعيبة ماينفعش تكنيكال ماينفعش المباراة تنقل فلو تلعبت على هذا الملعب هيبقى صعب منقلها على الهواء مباشرة لو تنعلت في الأمير عبدالله الفيصل ان Lana الليل لها الحضرة فطبعاً يعني حتى الآن لا إحنا يعني المباراة في هذا ما زي ما أنتم شايفين هو شايفين حتى الناحية اللي قصادنا برضو ما فيش مدرجات شايفين يعني اللي بيصور واقف على الأرض الناحية اللي قصاد اللي عبت بواقف على الأرض هو مش واقف في مدرجات مش مكان عالي فببقاش حتى لو حطينا أبراج الأبراج بتبقى ملهاش مكان لأنه بيبقى فيه تدريبات لأنه فيه ملعب بسكت ملتصقة مع هذا الملعب اللي راح حصلت الشهداء عارف أنا بتكلم عن إياه طيب هنروح للجنباز كنا الحقيقة من حلقتين لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الجنباز في نادي الأهلي كان عندنا فريق سبع سنوات وخدوا تسعة وتلاتين مدينة ده سبع سنوات وتسعة سنوات وخمس سنوات في الجنباز عادي يعني السن ده الجنباز بيبتدوا فيه أربع سنين وعلى فكرة بالمناسبة أنا عايز أتكلم عن الجنباز في حاجة الجنباز من العاب العنيفة جدا وإصابتها كوارث بعد الشر يا رب على كل الولاد وكل البنات إصابات الجنباز إصابات عنيفة جدا يعني لو قلت لكم يعني بعض الإصابات لبعض اللاعبين يعني عمر العربي كان معنا الحلقة اللي فاتت وقال لنا على الإصابات يعني جسمك يا أشعر وانت بتسمع الإصابات لأن هي عنيفة يعني شكرولات في الهوى وترنات وهبدع الأرض وأجهزة فالجنباز مش لعبة الناس بتقول لك جنباز دي لعبة راقية لا مش لعبة راقية خالد دي لعبة عنيفة جدا 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 وعلى أعاب خطرة وتقعد سنين عشان تلقن حركة فإحنا عندنا فريق تسعة سنوات كان بلعب طولة الجمهورية وبسم الله ما شاء الله عشرين مديليا ده فريق سبع سنوات كان تسعة وتلاتين مديليا وتفتكه فما شاء الله الجنباز عامل شغل كويس عندنا سلطين صلاة في المقر النادي الأقلي بالجزيرة وعندنا صلاة تانية في الشيخ زايد فعندنا بنية تحتها جيدة وعندنا طبعا عدد وقاعدة كبيرة جدا من اللاعبين واللعبات وعندنا اتنين خبراء الحقيقة أوكرانيين تعاقد معهم النادي الأهلي هذا الموسم عشان يطوروا اللعبة بالتنصيق مع الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز الحقيقة أنا عايز أقول لكم أنه الجنباز بيعيش أزهى حصوره دلوقتي وده يأتي في سلسلة دعم مجلس الإدارة مجلس إدارة بكادة كابتن محمود الخطيب معالي الوزير العامري فاروق نائب الرئيس كابتن مرتاجي طبعا اللي بنتمنى له الشفاء العاجل مجلس إدارة بالكامل اللي بيضم عدد كبير منهم من الألعاب الأخرى طبعا كابتن مي دكتور مهند مجدي عدد كبير يعني مش عايز أنسى حده ولكن كلهم مهتمين وفي النهاردة الجنباز لما تلاقي الاهتمام ده تعرف الجنباز تعرف أن الاهتمام تنس الطاولة تنس الأرضي وهجاز فالنهاردة أنت عندك اتنين خبرة في الجنباز للسيدات والرجال بيتطوروا والحقيقة أنا كل ما روح النادي ألاقيه قاعدين في سلطة الجنباز وخارجين ورايحين وجايين بشوفهم بانتظام جوه النادي الأهل فأتمنى طبعا التوفيق زي ما الووتر بولو كمان جايبين سربي خبير سربي بيتطور الووتر بولو وهي أحد أكبر المدارس في كرة الماء أو الووتر بولو فإذا النادي الأهلي هنا بيوفر كل شيء في الوقت الألعاب دي ما بتجيبش إنكم ما بتجيبش دخل ولكن النادي أهلي ده واجبه أنه بيرعى هذه الألعاب عشان يقدم لمنتخبات مصر كوادر في كل شيء مش اللعيبة بس مدربين ولعيبة وإدارين وكل شيء وهي دي رسالة النادي الأهلي المجتمعية أنه حفاظ على 13 لعبة 13 لعبة من الألعاب الأخرى وزا ما شفتوا مع حلقاتنا كل اللي بييجوا ديوف وألعاب أخرى مش موجودة جوه النادي الأهلي بيجت يحتضن هذه الألعاب كراف الأسقال والرماية وغيره وغيره وشفنا رسالة الاتحادات وكل وحتى الخماسي طبعا بيكونوا سعداء لو النادي الأهلي قال إنه هيرعى هذه اللعبة ولكن يعني طبعا هي بيبقى الموضوع محتاج بنية تحتية ومحتاج أمور استعدادات ما بتبقاش من السهولة بما كان أبدا ننتج جاهزة في وقت قريب